أكثر من 90% هو انخفاض معدل البلغات بجميع أنواعها في منطقة الجوز الصناعية بدبي وذلك بعد مرور شهر على تجهين السوق العمالي المجتمعي حيث سهم الأخير في تلافي عشوائيات البيع والسلوكيات الخاطئة لمحا عن هذا السوق في تقرير طلال الهندسي عمليات البيع في المناطق العمالية سابقا كانت تسير بطريقة عشوائية وغير منتظمة الآن بلدية دبي بالتعاون مع شركاء استطاعت اختراق هذه الثقافة التقليدية بمبادرة مجتمعية جديدة اسمها سوق العمال المجتمعي أكثر من 250 منصة وكشك بيع وفرتها بلدية دبي في إطار مبادرتها الجديدة سوق العمال المجتمعي الذي استطاع حداث اختراق جديد وبأسلوب عصري لثقافة سائدة في الماضي كانت تتمثل في البيع العشوائي أما اليوم فالعملية منظمة بشكل أكبر والكل هنا يستطيع أن يبيع بضاعته بطريقة قانونية من حياكة الملابس إلى شراء مستلزمات الأكل والحلاقة من الرابعة عصرا وحتى منتصف الليل وبأسعار تناسب الطبقة العمالية التي وجدت في هذا السوق متنفسا لها بعد عناء العمل اليومي طبعا قبل الأسواق العشوائية كانت موجودة بين الأرصفة كانت موجودة بين السكيك والأرصفة وفيها بساط فحين الحمد لله رب العالمين السوق هذا الأسواق الحين اللي موجودة منتظمة وفيها الحمد لله رب العالمين 275 كشك تقريبا وتحت سيطرة الرقابة البلدية تجربة السوق العمالية وبعد مضي شهر على افتتاحها في منطقة القوز استطاعت احداث استقرار مجتمعي تمثل في انخفاض كبير بالتصرفات الغير قانونية بالمنطقة للبعض مثل البيع العشوائي أو أي جرائم غير مقلقة وهو ما يدفع القائمون على هذه التجربة من أجل تعميمها على باقي المناطق الصناعية العمالية في دبي لله الحمد أول بادي يعني نحن نقول صفر ظواهر جرامية في المنطقة يعني الثغرات الأمنية اللي كانت موجودة البيع العشوائي السيارات المتكدسة والوقوف العشوائي الحمد لله هذه كلها انلغت بنسبة يعني نحن نتكلم تسعين بالأمية الحمد لله وهذا يعني أثر حتى على مستوى الجريمة عندنا في منطقة الاختصاص ولا يكتف السوق بغرض الشراء والبيع الذي تجاوز زائري أكثر من ألف شخص خلال شهر واحد وإنما يمتد لبرامج الترفيهية في نهاية الأسبوع من خلال توفير ألعاب ترفيهية وشاشات كبيرة لنقل أهم الأحداث الرياضية والترفيهية لكل الجاليات في خطوة تعكس مدى الانسجام المجتمعي بين جميع الجاليات وقدر الدبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام على استيعاب الجميع بمختلف أطيافهم